انا هقولك انه مين سي كازوي سيبنا من الموتشات اللي قدرها للأهلي لكن انتوا فاكرين اخر حاجة في كاس الأمم الافريقية الاخيرة المباراة اللي عملت ازمة كبيرة في مباراة تونس وما لين هو كان قالك عنده دور برد وعنده اذا هو حكم مباراة هو هذا الحكم اقول لكم ابرز الوقاعة لهذا الحكم كان حكم اخطر مباراة في نهاء دوري ابطال افريقيا في تاريخها تسبب فيها هذا الحكم المباراة اللي راحت للمحكمة الرياضية الدولية اللي تعلق فيها اللقب مباراة الترجي والوداد المغربي اللي نزل احمد احمد وقعدوا يتفاوضوا قد كده والفيديو شغال ولا مش شغال النهاء اللي اتحسى في المحكمة ده كان هو حكم الفيديو يعني كل مبارياته الحاسمة فيها فيها مشكلة اغسى كازوي هدفين هو توقف من الاتحاد الافريقي بسبب الواقع اللي انا هقولها لكم لانه اغسى هدفين لفريق اول اغسطس في مباراته مع الترجي التونسي كانت المباراة في موسم 2018-2019 احتسب هدف غير شرعي للصالح الترجي والاتحاد الافريقي اضطروا انه يتدخل ويوقفوا خمس شهور بسبب هذا اللقاء ده ارسى كازوي مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نهاية كازو الأمم 2017 اللي خسرناها بهدفين لهدف المباراة شاهدت اخطاء تحكمية شديدة اثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة كان حكم لمباراة مصر ونيجيريا اللي مؤهلة للأمم الافريقية وحرم منتخبنا من هدف صحيح سجله محمد صلاح من انفراد اذا الحكم عنده وقاع كتير هقول لكم ادر للأهل ست مباراة من قبل الموجهة الأولى للأهل كانت تحت قيادة سيكازوي في دور الأبطال 2013 كان نصف نهاية القطن الكاميروني اللي انتهت بفوز للأهل بركلات الترجيع وتأهل للنهاية نصف نهاية 2014 الكونفدرالية ادار مباراة الأهل والقطن الكاميروني ادار ايضا مباراة الأهل والوداد المغربي في نصف نهاية دور الأبطال واللحاقة فيها الأهل الفوز 2-0 كان شاهدا على فوز الأهل 3-0 على المريخ السوداني لكن عايز اقول لكم انه في مباراة الوداد ايضا كان ليه اخطاء صعبة جدا في حق الأهل حكم بهذا الشكل او بالتاريخ اللي فيه هذه السواب اللي الاتحاد نفسه بيقفه يعني مرة ينهي المباراة لنهايتها يعني واضح بعيدا عن الاعتقاد بانه بيوجه النتائج المباراة لعنده مشاكل يعني كذا مشكلة انت قلتها دلوقتي وهنا يأتي علامة الاستفاهم لسه على لجنة التحكيم في الاتحاد الافريقي يعني كلما تظن ان هناك دعوة الى اصلاح تجد ان الحكام اللي عليها مشاكل بتاخد اهم المتشاط يعني انت المتشي اللي قبل ده على الطول برضو كان بيحكم لك اللي هو الحكم بتاع المتشي اللي فات ده برضو كان عنده مشاكل وقلونا اسمه ايه ما ساعدونا يعني ما تلاقونا مش عيب تغشيشون انت على انهي حكم ولا انهي مباراة في المتشي الراجل حيقولونا المتشي اللي فات ده مين الحكم المتشي اللي فات اللي هو متشي ايه المتريخ اخر متشي لين الاهل والمتريخ السوداني اه يعني قرار بقى انت معجم مش قرار بقى تسقول لي الاسم الحكم ونفتكر يعني كان برضو حكم عليه جدل يعني يعني لاشو ده اقول ايه ليه ليه الحكم من الاسرار الحكم اللي عليها جدل وفيه حكم كتير معليهاش اي مشاكل يعني ما علينا يعني خلينا بقى ايه ما نعش هذا الهاجس كتير وربنا يسطر واضح ان هو يعني بيغلط مع الجميع ده انت على السنغالي ما جيت نداي نداي السنغالي اه علي مشاكل برضو كان يعني وجدل يعني هو كمان يزيد المشكلة انه مفيش فار وانا هنا هيا بس النقطة ايوة يعني نادي الهلال السوداني الحقيقة طالب الاتحاد الافريقي انه يبقى فيه تقنيه فار في مباراة الهاتف وانحنا بلول ايه لانه القالي اول حد الطالب بدا وبيلحب ده الحقيقة فياريت الاتحاد الافريقي مع وجود سيكازو بالذات لا متش حاجة ده بس سيكازو ده محتاج فار وقط مش فار بس اه بس يعني يعني هو ولوين ما علينا يعني دهيك عن التحكيم خلينا حناجل الكلام ده عشان ما يسرقش الكاميرا من متش الغد اه